وزير النقل والمياه البولندي السابق سلافو مير نوفاك رئيسا جديدا لشركة الوطنية الأوكرانية للطرقات هذا ما أعلنت عنه الحكومة الأوكرانية الرئيس الجديد للشركة الوطنية الأوكرانية قدم وعودا بإعادة بناء الطرق الأوكرانية وتقوية البنية التحتية في البلاد للقيام بذلك أكد نوفاك أنه يجب دعوة الشركات العالمية للتعاون معه في هذا الأمر كما سيقوم بتقديم خطة لإعادة بناء الطرق في السنوات الخمس المقبلة وكان وزير البنية التحتية الأوكرانية فراديمير أوميليان قد قام بتقديم الرئيس الجديد للشركة الأوكرانية للطرقات أنا أعلم أن المهام الموكلة لي كبيرة جدا وأنا على استعداد لبدل كل ما بوسعي ومؤمن بأننا معا يمكننا أن نفعل الكثير لتحسين حالة الطرق في أوكرانيا أنا لست ساحرا ولا تتوقع مني القيام بمعجزات تصليح الطرق يحتاج إلى وقت نحن بحاجة إلى إصلاح شبكة الطرق ومن الضروري أن نبدأ البناء في أوكرانيا الطرق في حالة سيئة للغاية أنا أعرف ذلك نحن بحاجة إلى وقت ولكني أعدكم بأننا سنكون على قدر المسؤولية هذه فرصة رائعة لواحدة من أهم المؤسسات في أوكرانيا الشركة الوطنية للطرقات والتي تعطى لها الأولوية حاليا من قبل رئيس وزراء أوكرانيا ومن جانب الحكومة والمجتمع أملنا في الحصول على عمل جيد اشتركوا في القناة